مع المسيح اليوم مشاهدينا حبينا نحكي عن أليمه معنا أليم سيد المسيح بحياتنا اليومية الحديث اليوم رح يكون مع الدكتور رجيس سيبة أهلا وسهلا فيك الله معي أهلا وسهلا فيك شرفتنا حضرتك دكتور بالصيدلي وكمان درست الليهوت بفرنسا نعم ومن الأسباب اللي دفعتك حتى تدرس الليهوت بعد ما كنت تخصصت بالصيدة اللي هو مجال الطب هو كان مثل كل شخص عندك أسئلة كثيرة بالحياة صحيح صحيح كان في أسئلة كثيرة الحقيقة وحبت أعرف شو جواب الإنجيل شو جواب الكتاب المقدس لألون واكتشفت أن في كتير شيء ما بعرفه وتعرفت عليها من خلال دراستك للليهوت ودرست بفرنسا يعني بين هون نعم بمعهد السنسيرج ببريز نعم في أسئلة كثيرة كلنا منطرحها أسئلة وجدينية أهمهم ليش الألم ليش الألم ليش بدنا نتعلم ديننا أو الدين المسيحي بالأخص أو يترسخ تترسخ مبادئ هالدين من خلال الألم والألم لكي حلو سؤالك كثير رولالا لأنه فعلا الإنسان إذا بيجي هيك بيشوف شو هي الألم بالنتيجة هي واقعنا مثل ما بقوله بالمثل هي كلها ألم ووجع وعزيم وبقوله ما حتى حاطت فيه راسه خيمي فالحقيقة أنه الألم من واقعنا الحياتي وربنا بنكتر محبته يعني اليوم إذا بيسألوني شو صليب المسيح ليش بدوا يتقلم إحنا عنقلنا بالعادة بنقوله المسيح قام من بين الأموات هذا إيماننا إذا قصة يموت ويقوم من بين الأموات كان فيه يموت موت موت عادية ليش مضطر يموت على الصليب ليش مضطر يتعذب هالأد تماما والجلد والشتم وإلى ما هنا لك لكن الرسالة الأساسية اللي حاب يوصلنا إياها ربنا المحبة الكاملة شركة أنه هو يشترك معنا بواقعنا بألامنا المشاركة تماما المشاركة إلى الآخر يعني يمكن اليوم كأنه عم بقله على الصليب للإنسان ربنا أنه أنت بأي حالة ممكن تعيسة تكون فيها بأي حالة ألم ومرض ممكن أنا معك فيها أنا كمان تقلمت وأنا كمان بس طبعا مش وصل للألام بس نحنا إذا توقفنا عن الصليب أنا عم بعزينا كمان لأنه عم بيشاركنا بألامنا وبيعزيبنا يعني لا يقارن أكيد بولوس الرسول بقول نحنا إذا من دون القيامة إيماننا باطل يعني إذا وقفنا على الصليب مع أنت صارت قصية ألامة بألامه بكي وبكي وبكي والحقيقة دخل الصليب دخل الألام لا يحوله لا يعطينا يعني مش بس يعزينا هون في دعوة دعوة من قبل السيد المسيح لا يصير فيه نوع من التحول بحياتنا تماما نحنا في كتير هكي تراتيل بالكنيسة منقول أنه هو محول البلا يعني دخل البلا دخل الأحزان والألام تحملها على حاله أخذها على عاتقه ليحولها إلى فرح تصوري مثلا نحنا نهار الجمعة نكون عم نجنز المسيح بيجنز المسيح بتقليد كنيستنا الأرثوذكسية من بلش نرتل تراتيل القيامة يعني بالجناز عم نرتل تراتيل القيامة إشارة أنه الموت غلب خلص داسة الموتة بالموت وهلأ أنه كمان الإشارة التي تجرحنا وبتعذبنا يعني بتترك أثر أكبر أو بتترسخ فينا أكثر من الإشارة التي تفرحنا صحيح اللي عم بتقولي الحقيقة موضوع موضوع إيمان أنا دايما بقول أنه الإنسان المؤمن مثل الغير المؤمن كلنا معرضين للألام والأمراض والمصايب والحوادث ولكن شو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن يجد تعزيته بهذه الأمراض يعني ما بكون عنده إذا بدك الموت أو المرض من دون رجاء من دون أي تعزية يجد قوته بالإيمان بلاقي قوته بالإيمان أنا بعرف تير يعني مرضى ما فيك تتخيل رولا إيمانه والسلاح الأكبر بإيده برغم كل التطور الطبي وبيعطوك أمل بيعطوك فرح وإنه بعز المرض بيكونه من وراء الإيمان تبعهم الحلو هنا يمكن في شغلة بحب أقولها أنه ربنا إذا نرجع شوي من وين إجا الموت من وين إجت الخطيئة من وين إجا الشر منشوف بسفر التكوين يلي هو بيخبرنا عن الخلق أنه لما الله خلق الإنسان وخلق هالدني كله بيقول وراء الراه أن ذلك حسن جدا لأبي بعلمونا حسن جدا يعني ما في فساد يعني ما في شر ما في أمراض ما في شيء المرض إجا من خطيئة الإنسان لما أرر الإنسان يبتعد عن الله بإيرادته خالف خالف طبعا هي من سميها المعصية هلأ هون الحلو أنه ربنا كان فيه يقول بكل بساطة لو أنه تفكيروا مثلنا لو تفكيروا بشري دبروا حالكم دبروا حالكم وأنا وصيتكم وقلت لكم وقعت عملوا هيك وانتوا عملتوا استفلوا بس هو ما قال هاي استفلوا كان فيه أصاص فينا نسميه أصاص إذا بدك أو ثمن أو اليوم أولادنا إذا عم بيعملوا شيء خطأ وما أصصنا ما حطينا أصاص شو بيصير ما بتعلم وما في عبرة تماما يعني إذا بدك العقاب ما كان لأجل يعني تعذيب للتعذيب كان لأجل التعليم بيداجوجيك يعني الوصية عقابة مخالفة الوصية بس الحلو مين اللي تحمل هالعقاب هون النقطة هو اللي تحمل العقاب يعني هو على الصليب تحمل كل خطايا البشر خطايانا نحنا 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 اللي لازم نتعاقب على الصليب إما هو إذا تعاقب محلنا نحنا ما قدرين نغلو بالمود إذا هو مات لحتى يغلو بالموت لحتى يعلن لأن القيام يعني أن أنتو بيتغلبون تعرفي رؤلاء الرباني اللي نحنا منتناولها اللي بيعمل منا الذبيحة لأبونا مكتوب عليها مخطوم عليها يسوع المسيح الغالب نعم نحنا منتناولها الغالب بنسير الغالبين فيه كنا عم نحكي قبل شوي عن قوة الإيمان وعدي الإيمان هو السلاح بييد كل شخص عم بمر بمواجهة أي مرض ولكن نحنا بالنهاية بشر دكتور سيبا بالنهاية بنضعف وبيصير عند كل شخص مننا عنده أسئلة أسئلة وجدانية ومنهم أنه وين الله وين الله لما أنا بحاجة لإله تماما والحقيقة حياتنا بتتقرح دايما بين الإيمان وعدم الإيمان هنا بيلفت لنظري أنه في هال هالبي بالإنجيل اللي هو عنده ابنه ممسوس من الشيطان وعن بيتعذب ابنه عم بيتعذب بيجي بيقله ربنا بيجيب ابنه عند ربنا بيقله ربنا يسوع أنت مؤمن أنه أنا بقدر عم بيتعذب مريض ابنه مريض مفلوز والشيطان عم بيعذبه يعني في حالة مس شيطاني قاله يسوع أنت مآمن أنه أنا بقدر أشفي لك ابنك جاوب 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 حلو كتير قال له يا رب أنا أؤمن فأعن ضعف إيماني نعم الدكتور سيبة عنا نقل مباشر ونرجع نرجع لماع المسيح وضيفتنا اليوم هو الدكتور روجي سيبة الدكتور سيبة كنا عم نحكي عن أسئلة دايما نطرحها كبشر خاصة لما منضعف نكون عم نواجه محن كبيرة بالحياة ومنسأل حالنا وينك يا ربي ليش أنا بهالورطة نعم هلأ وين رولا معي بالستوديو بدي أقول لك شغلي أنا قبل ما أجي لهم ما كنت أعرفك هلأ بعد عدنا مع بعض شوي قبل التصوير وقبل بعد التصوير صرت أعرفك صار فيه هيك تحتلك مثلا بتعيد الزيارة بتعيد الزيارة أكيد بعيدة بس الحقيقة حطيتيني بجو قبل ما بلشت الصوير ارتحت يعني اليوم إذا بيجوا بيقولوا ليه بتصور مع رولا بقولوا أكيد بقولوا أكيد لأنه ارتحت العلاقة مع الله خبرة الله اجع على الأرض تجسد لحتى سير عنا خبرة معه سير عنا علاقة معه مش ضل بالسماء بقول بإنجيلة يوحنا هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به سألتيني قبل أنه عن هيدا البي اللي قالوا أعند عفاء إيماني الإيمان خبرة اليوم لما نصير عنا علاقة مع الله من خلال الكنيسة من خلال الإنجيل من خلال أباء الأديسين نصير عنا علاقة معه نصير نعرفه أكتر نصير في عنا خبرة نلمسه أكتر بيقوى إيماننا الإيمان ما بينزل هيك براشوته من السماء بده ينمى شوي شوي كل ما بيقوى إيماننا كل ما بنرتاح يقول لها صدقيني مثل ما الإيمان ما بينزل لوحده من السماء كمان الشر ما بيخلق لوحده بحياتنا مين مسؤول عن الشر بحياتنا هل هي ظروفنا هل هو ضعف إيمان نعم ما في شك إنه إذا منقرأ سفر التكوين منشوف إنه الله عطيه وصية لآدم لآدم وحواء قالوا معرفة شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها لأنه يوم تأكل منها موتا تموت هذه معرفة يعني الله بده إياه للإنسان ينمى بالمعرفة مش عم بيمنعوا عن المعرفة ولكن بده إياه ينمى بأحضانه خلاني أخذ مثل بسيط لنفهمها الطاقة الزرية اليوم شر ولا خير ممكن تكون خير كبير ممكن تكون طاقة بديلة ونخففها البولوشن اللي عم بتصير على الأرض حسب استخدامها ما هون النقطة اتجاهها الإنسان لما بيكون عم بيستخدم الطاقات الموجودة بالأرض طاقة زرية أو أي شيء لخدمة الخير لخدمة الخير إذا بيعرف الله الإنسان إذا عم بينما بأحضان الله الإنسان المؤمن اللي فعلا مؤمن مش مؤمن بس هيك خارجيا بالكلام بالحكي في كتير إيبوكريزية بالموضوع صحيح ما بيستخدم الطاقات الموجودة للخير الإنسان اللي بيبتعد عن الله بيبتعد عن مصدر الخير وبالتالي بيوقع بالشر الشر هو انتفاء الخير هو الابتعاد عن الخير ما قاله وجود بحد ذاته الشر نفس الشي في شغلة بتلفطنا نظرنا رولا لما الله خلق الإنسان بيقول أخذ آدماء آدماء آدم يعني آدماء بالعبرة يعني تراب نعم أخذ شوية جبل شوية تراب ونفخ في أنفه نسمة الحياة الحياة من مين من الله يا يسوع الحياة في قبر نوضعته من ردين الحياة من الله الإنسان غروره للإنسان الإيغو تبعه ما أعتقد أنه عنده حياة بحد ذاته وبالتالي وقع بالموت لأنه بتعد عن مصدر الحياة نفسه وهيك صار مع آدم تماما وهيك بعده عم بصير معنا نحنا كمان نعم كل ما منلتسق بالله كل ما منلتسق بالحياة وبالخير وبتكون حياتنا بالخير العبرة من أسبوع الألم بحياتنا اليومية المسيح قام هيدا هي العبرة الأساسية مثل ما قال بولوس الرسول إذا نحن نوقف عند الصليب ما عملنا شيء المسيح قام الموت غلب فصح كلمة فصح يعني نعبر فوق نعم فبالتالي تتحول حياتنا من حياة تعيسة وحزن وموت وألام إلى حياة فرح وقيامة بالمسيح شكرا لوجودك معنا دكتور جي سيب الحديث معك ممتع وإن شاء الله نستقبلك بمنسبات وحلقة أهلا وسهلا وقفوا مشاهدين وحلقتنا بتكمل مع ست ليلة عباد بفقرة بيوتي خليكم معنا شكرا لك اشتركوا في القناة